انا عجبني في بداية هذا الاسبوع لقاء السيد الرئيس عفتاح السيسي ومنخشته لمبادرة تجميع الالبان مشروع مبادرة تجميع الالبان ده من المشروعات القومية الكبرى اللي الرئيس مهتم بيها وبيتابع كل التفاصيلها يوم السبت اللي فات الرئيس اكتبع باللوة وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللي هو محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية الانتاج الحيواني وايضا كان هناك المهندس محمد حلاوة رئيس احدى الشركات المعنية بهذا العام الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في تعزيز جهود انشاء مراكز تجميع الالبان المنظورة والمتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطارية اللازمة عشان نقلل الاعتماد على استيراد الالبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين معانا مشروع الحياة موجود في احدى مناطق محافظة الشرقية الحج مصطفى لطفي معانا طيب خلاص هاتون على كل حال هذا المشروع مشروع مهم جدا لابد ان احنا نبقى مهتمين بجدا سيد الرئيس مهتم به بشكل كامل وعبر عن يعني تقديره لكل المبادرات اللي موجودة وطالب بالفعل بتفعيل هذه المبادرات بحيث ما تبقاش قدينا مشكلة في تجميع الالبان خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة